اذا انطلاقنا من حية البريدية بعد ما امشينا قرب نحدة المدخل ديال المركب الترفيهي كوكو بارك اللي حسب ما تبين وانه مرة يوجدو دك الصور ديالو بالاصل اللي غادي تكون تحيط بالباركينج يعني بموقف السيارات احنا دابع راجعني بحالاتنا باش نكملو جولة ديالنا ان شاء الله دايما في الطريق الوطنيه نكملو الطريق الوطنيه رقم ستا من عدا ندخلو الهدابة من احدى التكاله ديال القوة المسعيده نكملو الطريق ديالنا علي من ان شاء الله اتجاه الطريق الوطنيه رقم 13 دابع احنا اياه في الطريق الوطنيه رقم ستا دابع الله احنا دابع نشوف تاكل الجزء اللي تشغل عليه اه تبارك الله احنا دابع احنا دابع احنا غادين في الطريق الوطنيه رقم ستا احنا دابع احنا دابع كيمشي بلد مرتاح جوج سيارات علي من ومن ليه جوج سيارات ولا جوج مركبات بالجانب الاخر كتمشي مرتاح وما زال غادي تزيال القاضية فرش غادي تصوب لالينارة ديالها اللي نتمنى وانها تكون وتكون في مستوى عالي مستوى جيد هذا المدخل للمنطقة الصناعية سيدي بوزكري لا ندري بوش غادي يديروا هنا شيء مدخل نزل غادي بانا الشغل في قادم الايام مستوى جوجي هنا تركسة ديو جيب مؤقتا لاننا نشغال للتسفيتي في الجانب الايسر نزالت مستمرة سورة الماخذة هنا شفره يريد م Loki كامل يتعود بالنفع لذا المنطقة كاملة راحنا يدب حدا ما كنتشوفوا معنا الأشغال لا زالت جارية تحيي العمال وتحيي الأطور دي الشركة تقوم بالأشغال بشركة الساحل والسحراء ومن الجيالي من الليسر اللي اللي كتعرف أشغال كينا واحد القناة جاية في الجانب ديال دوك للأشجار اللي الحمد لله الحمد لله أنها نجات يعني ما جاتش في الطريق الحمد نشوف نشوف بادل بوردورة هذي ما قلنا دب احنا تنتجوا الى الطريق الوطنية رقم 13 ندير واحد زيارة خفيفة باتجام الجط الطريق الوطنية تقوم بطريق حمد ايضا 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 سوف يرمب الى الدلان و هناك قطرة سوف نكمل الطريق سوف نضيف الطريق سوف تستفد من التقوية الجانب اللي على اليسر هنا رات تعود بالكامل هذا هو على اليسر الجين في الطنوبيلات تحتمت الاعادة دينه في الكامل وهذا الطريقة هذي هذا نداء للمسؤولين مجلسكم بخير عاودوا الانارة في هذا المقطع هذا فضل مدخل الانارة هنا يارا ضعيفة هنا يارا الحمد لله ممكن تشي حاجة كتمنع انه باش ما تكونش انارا في المستوى بغينا انها رات كون قوية ويكونوا تسدق البطويات يتزينوا بشي حاجة مش تعطينا جمالية في المدخل الشرقي يمك ناس هنا انتوا بك تشوفوا معانا اشغال ديال الربوتاج هنا يارا دست الارابوتوز يعني هذا المقطع هذا التأوى كله غيتعود هذا الجانب اللي يعلمن احنا غادين فيه كله غيتعود بعد المسألة والجزء الايصر هذا الشي اللي بغينا 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 دخلات تكون الارض فيها مزيانة يكون تشجير في الجواني بتكون عندنا انارا زوينة باش اللي تيدخل عندنا للمدينة يلاحظ الواحد الفرق ويكون له مقام مقام جيد وسعيد ان شاء الله يربي تبس زوار المدينة خاصة في معاناة الفلاحي اللي غادي يكون اولا غادي يكون في شرة اربعان ان شاء الله يعني مبعد شرة مدى المبارك طيحينا arrive وايضا ويكون ان شاء الله تعالى الى الامر تبع اوه كلى معارض الدولي ديال الخشب قبل منه ان شاء الله هانتم مكن تشوفوا معنا هذا الجانب لهايت معند هذا هده تبع الله هذا ناضي هذا اصبه كانت الوضعية للارض دياله كانت ضعيفة والحمد لله تم إنجازت المقطع هذا هذا هو صوب إحدى المدير الرقي هذه أمور مفرحة كيف ترى أن البنية التحتية تتم صيانتها والاعتناء بها هذا أمر جيد هذا تدخلات المنطقة الصناعية المشجد من الألية متواجدة بكثرة هذا الجانب هذا هذا الرومبوان هذا افتجاه المشجده وره سوف تسوق سوف نرى الطريق في موصلات الأشغال سوف نقوم بالرومبوان هذا الجزء كانت تدخل من الطريق فيه بدأت تعرف التشققات قديمة معمرات سنت هذا حجم جيدة تحييى الوزارة الجهيز والنقل بتحييى الأطور المديري الإقليمي بتحييى الأطور اللي يخدمين فيها أخص بالذكر صديق عزيز سناصر لحدول وأيضا بعض الزملاء وآخرين اللي في هذا المنطقة هاد هنا في الجواني بدين المكناس بدينها تنشوفو بنيات حسيكة جدد هذا المقطع ده را كله تمت جديده يعني الناس اللي كيدوزو كيمشيوا من مكناس في اتجاهها بوف كران الحاجب الفران را غادي لاحظو الفرق هادي لاحظو الفرق هادي الطريق الوطنية رقم 13 هاد الجزء ده كله تبارك لله تمت صيانته آه الله مبارك وإحنا رأحل هادينا في الاتجاه ديال ديال مجات فتنادب مجات فراحة صراحة السياقة ولت هنا يا مريحة مريحة نتمنى ان هم يعتنيوا احتباد الجواني بهدو ديال طريق تاهم ايضا نيه نهذا بول للمقطع يا سلام عليك انا اصلا كين ادوب البواء هدا المركز الصحي ديال المنجات اللي كان تستفت تاهم لإعادة تأهيل في إطار المشاريع ديال الوزارة الصحيحة آه تاهم المقطع هذا الله مبارك كله تبارك للله احنا دبافتنا للمركز ديال مجات في اتجاه ديال بوف كران هذا الجانب كله تبارك للله وحتى جيال اخرى رغم نعود الرجعو مع هاته يتصوبات عقبال ان شاء الله تعالى يا ربي لابطا ديال الموليدريس من 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 الروبوان ديال هاته يطيق الاطنع يعني من من حدوي اليد الامن ديال مكناس القديمة اتجاه ديال الموليدريس سوي يتم العناية يبدأ كل مقطع كامل خارج الله عن الجزء كامل نادو كل مركبة السياحية يزينو صراحة المنظر. هذا ده بخاصة حاجة واحدة تشوير وفوقي تراصاج ديال الارض. له تراصاج. وحبه ده لو انه تكون اضافة ديال مجموعة من الاشارات يعني التشوير العمودي. هذا البلايك في ممكن تبلصها نقص في هذا التشوير يتم انجازه. وهذا الطريق غدا بحلقة. غدا احتربوا فكرة. نحن غاد نديرو دوميتور ديالنا ان شاء الله. وحتى هذا الطريق هذي اللي كتدي البودر بالها تهياء. تهيارها كتستفد حاليا من الاشغال. يعني تهيل دي المحاور كاملين. هذه الطريقة تدي اقوري. تبارك الله. طريقة انضاد. ان شاء الله تعالى غادروا التشوير. باش هيكونوا المسارات بينين بالطريق. صراحة فرط كبير وشاسع بين كيف كانت الطريقة وكيف كيف ملت. ما كانش خايبة ولكن دبا يعني مريحة صراحة. هيا الصور عم حول داف ثمانين. اقربنا للباشوية ديال مجات. اقربنا للجماعة في الشرط. هذا الفيديو درنا خصيصا الاخوان اللي كانوا سمولونا على الورش هذا. احنا كنا نصدو لكم الامر. بحالي ينقاع. الطرق تقريبان في المداخل المدن. كلها يتيم تجديد ديالها. طرق الارشيف ديال وزارة العدل. يقتل الارشيف. يريا القليمية. طعم الله الصحارة في وقت قصير بانت المعاليم دي الطريق وانا في اخر زيارة ديالي الحاجب اشتركت ازرودك شي بنو اللي اشغل كيانين بدك تطلع ديال لك تطلع للحجب يعني كين اشغل كثيرة انا ارصدوا معكم كل شيء بتطلع هذا الرنبوان لك يدخل لمنطقة الصناعية ديال المشاطئ اتمنوا اني يكوني يكون شي تشوير مشكل ما كبر مش الليه يتزور المدينة يبدو يبدو تغير تبتو يبدو تغير يبدو تغير كيف يمكنك تغير يبدو تغير نحن المصطر بحثة من الصفت يجب أن يكون هناك نحن المصطر سوف يكون الأسفت سوف يكون هذا الأسفت يجب أن تكون الأسفت تبارك الله هذا المقطع هذا التخلص كما قلنا بقى امر واحد هو الانارة استبدال الانارة الحالية الانارة حديثة تكون في المستوى ان شاء الله هذا هو المبتغى نشوفوا مشاريع على ديق نشوفوا بزرق المرة داخل المدينة باش تزور في المدينة بكناس الناس اللي غايجوا لها يشوفوا العائلة ولا يجوا زوار سياح ولا حتيجوا الناس اللي غايجوا بروفيسيوني المهنيين يجوا في المعرض الفلاحة في النجوعة من التضاورات اللي انتبنوا انها تكتر في المدينة بكناس انهم يلقوا بنية تحتية سياحية في المستوى اذا من المدخل من المدخل دي المكناس على مقربة من طريق مشاريع يعني المدخل دي المكناس هو بيرانزارة شاريع بيرانزارة اللي هو طريق الوطنية رقم 13 نسلم وعليكم وسنقول لكم السبب ركالله عليكم الى اللقاء ان شاء الله في جولة اخرى السلام عليكم